هياكم الله مع وصفة يديدة من وصفات برنامج الفافية وصفتنا اليوم رح تكون سلطة الزعتر مكونات الوصفة احتاج خز زعتر ذرة جبن صلصة السيزر وصلصة الرنش وعندي خبز من قصصته وحاطته بالفرن مجرد قصصته وحاطته بالفرن وعندي هني ليمون اول شي الذرة رح اشويها النار حط زيت الزيتون بسم الله عشان ابيها تتحمل ريالنا الذرة وتنشوي وتعطيني طعم لذيذ اذا مو حابين على الشولة تقدرين تحطونها بالفرن تحطون لها زيت زيتون تحطونها بالفرن بس خليه تروياننا الحين راح اجهز وياكم الخس عشلون اقصة تالي راح نجهز الجبن راح اراويكم اياه بعد عشان طريقته وانجهز الخبز اسويلكم السلطة اللذيذة طبعا مكوناتها تقدرون اضيفون حق السلطة شبنت او جبن اللي انتو تابونه انا بسوي لها بها الطريقة بسم الله خليها نحطها نار وسط سوف نقص مربعات سوف نقص مربعات سوف نقص مربعات سلطة سهلة خس وذرة وزعتر سوف نقص مربعات 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 سوف نقص مدخ سوف نقص طعم تكرم المال هلانا اهي شوية فيها سكر الحين هذي خلصت الخطوة اللي وراها راح ااخذ الجبن الشدر وياكم راح افتشة ما خليتها مفتوح عشان الهوى لا يبسر راح ابشي راوياكم وراويكم الشكل اللي انا ابي تمام الحين شبسوي بايب المبشارة راح ايب المبشارة راح ااخذ هلوي راح ادهنا شوية بزيت زيتون الشسمة الفرشة عشان الجبن ما يلزق ويانا وينزل بكل السلاسة هالطريقة تمام هادا الجبن حق الوج حق التزين هادا الجبن عقب ما بشرناه شو شو ما تلزق وياه لاني دهنته الحين اقب ما سوينا الجبن راح نخلط وياكم السلسة السيزر مع الرنش مع بعض ننزلها ننزلها تالي احط شوية من الزعتر وشوية من الليمون احني ما راح اضيف ملح لانه الزعتر فيه شوية ملح السلسات فيهم ملح فما راح احط ملح هني احط شوية زيت زيتون بس كافي هادي سلسة نقلبها عدل هادي اجهزة عندي سلسة شوفوا ما اخذت مني وقت نهائيا نقلبها الاخيرة الخبز فوقها زيت الزيتون تضيب ها الطريقة تالي الرشة بالزعتر نركب سلطتنا بسم الله هادي الذرة طبعا بردة الذرة عندي نقلب الذرة نقلبها مع الخز شون سهلة ونحطها في معاون التقديم نحط نحط سلطتنا في معاون التقديم بها الطريقة نقلب تب نضيفوا مبصل اخضر تقدرون تالي نحن نركب السلطة على بعض الخبز نقلب 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 تاني جبن الشدر هذه وصفتنا اليوم حطينا الصلصة يمهى واتمنى الوصفة نالت على عجابكم واشوفكم في وصفات قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة